الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث عن آثار شيخ الإمام العلمية في صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه آخر كتبه وكان آخر كتبه طباعة هو عنوان البر والوفاء كتابه عن أبيه حول ترجمة الإمام العلامة والعارف الشهير الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رضي الله عنه ضمنه علوما وفوائد عظيمة لمناسبات بيان طريقة والده العلمية وشرح اتجاهاته وآرائه الشرعية والعرفانية وهذا الكتاب في الواقع وصف لشيخنا الجد رضي الله عنه وهو في الوقت نفسه وصفا وترجمة لشيخنا لابن الإمام الشيخ عبد الله أبي النجيب رضي الله عنه فقد كان مقتديا بوالده في كل ما ذكر عنه متأسيا به ومن يشابه أبه فما ظلم وكان رحمه الله يتردد في تأليف هذا الكتاب ثم رأى والده في الرؤية يأمره به فكتبه فجزاه الله عن والده خيرا وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا لهذا الكتاب وجزاه خيرا لكل ما قدم وقد اختتم تأليفه خير ختام بتوفيق الله تعالى وهو تأليف شرح أسماء الله الحسنى لكنه لم يتم ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله على ما أنعم على الشيخ والحمد لله في بدء ومختتم إنه إنعام على الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين